ما زالت المفاجآت متواصلة من شركة شاومي فبعدما قدمنا في الفيديو السابق هاتف الريدني كي سابعون برو لذلك في هذا الفيديو رح نتعرف على الإصدار الأساسي وهو الريدني كي سابعون الهاتف يجلب عدد من التحسينات على سابقاتها ولا يزال الجهاز يحافظ على أسعاره التنفسية والمميزة مما يجعله يتواجد بشكل مريح في السوق كبديل للهواتف الرئيذة باهذة الثمن لذلك تابع الفيديو الأخير لمعرفة كامل التفاصيل عليه أيضا الدعم خاتم خاسر والو دي لايك ودعم هذا المحتوى التقني المفيد السلام عليكم معكم عادل من قناة دقائق تقنية أولا هاتف الريدني كي سابعون لم يتغير كثيرا على نسخة البرو تقريبا يأتي بنفس التصميم ونفس الشاشة والكاميرا مع اختلاف في المعالج فتصميم الهاتف جديد إلى حد ما أف من الخلف سنجد أربع حلقات منفصلة على بعضها البعض محاطة بإطار كبير مع وجود شعار ريدني في أسفل الظهر إطار الهاتف مسطح ومصنوع من البلاستيك أيضا الظهر مصنوع من الزجاج ولكن للأسف الهاتف لا يدعم معيار الـ IP68 وهذه أعتبرها رجوع للخلف لأن النسخة الماضية ريدني كي ستون أو كي ستون برو كان يدعم معيار الـ IP68 أيضا الهاتف يأتي بعدة ألوان من بينها لون الأسود والأخضر والأزرق ولون السلفر أيضا قامت شركة شاومي بتجهيز هاتف ريدني كي سبعون بشاشة أولود بحجم 6.67 إنش تتميز الشاشة بدقة عالية 2K فهي قادرة على تقديم صور غانية بالتفاصيل كما يأتي أيضا بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز سيقدم لك تجربة سلسة في التصفح أو تنقل بين تطبيقات أيضا يمكن أن تصل شاشة ريدني كي سبعون إلى ذروة سطوع قوية ومذهلة تبلغ 4000 نيتس وهو أعلى سطوع حاليا مع نسخة البرو مما سيؤدي إلى تجربة مشاهدة مريحة حتى تحت شعر الشمس الصاطعة والقوية ولتعزيز تجربة العرض بشكل جيد وأكبر قامت شركة شاومي بتجهيز هاتف ريدني كي سبعون بخوارزمية الذكاء الاستناعي هو يعمل على ترقية بعض التطبيقات وألعاب الفيديو المحددة مما يضمن الحصول على صور واضحة أيضا الشاشة تدعم العديد من الميزات كميزة HDR 10 Plus والدولبي فيجين و 68 مليار لون مع كثافة بيكسلات عالية وبالنسبة للآداء فهاتف ريدني كي سبعون يأتي بمعالج سنب دراجون 8 الجيل الثاني صراحة هو ليس الأحدث والأفضل حاليا من شركة ويكم ومع ذلك لا يمكنك أن تنسى أنه عمره جيل واحد فقط مما يعني أنه لا يزال لديه ما يلزم لتقديم آداء قوي في معظم الألعاب والتطبيقات ويبقى من أفضل المعالجات الرائدة أيضا الهاتف يأتي ب 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5X مع مساحة تخزين 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0 وللحفاظ على برودة النظام أثناء الأحمال الشديدة والثقيلة يتميز هاتف الكي سبعون بنظام تبريد يبلغ مساحته 5000 متر مربع يتميز هذا النظام بغرفة بخار مساحتها كبيرة راح توفر تبريد أفضل خاصة عند اللعب المكثف أيضا هاتف الريدمي كي سبعون يأتي بنظام الاندريد 14 مباشرة من العلبة مع واجهة شاومي الجديدة الهايبر او اس كما أنه يشمل ميزة الأخرى للجهاز كتقنية البليتوت 5.3 وميزة الانفسي وفتحة بطاقة السيم المزدوجة ويدعم صوت الستيريو وميزة الـ IR وبصمة الإصبع مدمجة أسفل الشاشة وبالنسبة للبطارية فاتت بحجم 5000 ميلي أمبير ويتميز بشحن سريع 120 وات مما يسمح للجهاز الشحن الكامل خلال 18 دقيقة فقط أيضا الجهاز أو الهاتف مزود بإدارة مخصصة للبطارية الجي وان وشرائح شحن البيتو يقوم هذان الجهازات بمراقبة البطارية اثناء الشحن والتفريق مما يضمن عمرا أطول للبطارية وأخيرا نأتي إلى الكاميرات في الخلف يتميز الريدمي كي 7 بمستشعر أساسي بدقة 50 ميجابيكسل وهو مستشعر جديد يتميز بفتحة عدسة F1.6 وحجم 1 على 1.55 إنش مع حساس جديد من نوع Light Hunter 300 وهو نفس الحساس الموجود في نسخة لبرو أيضا الكاميرا الرئيسية تدعم المثبت البصري بما يضمن ثبات مقاطع الفيديو والصور وأما الكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجابيكسل للتصوير الواسطة وآخر كاميرا تأتي بدقة 2 ميجابيكسل وهي للماكرو تدعم الكاميرا تصوير الفيديو بدقة 8K وال4K والFull HD وأما كاميرا السيلفي فتاة بدقة 16 ميجابيكسل تصوير الفيديو بدقة Full HD بمعدل 30.60FPS وأخيرا سعر الهاتف يبدأ بسعر حوالي 350 دولار فقط على العموم هاتف ريدمي K70 هاتف متميز بموصفات عالية والسعر مميز فهذا سيكون صفقة جيدة للشراء أم لا رجعا نشاركونا في التعليقات دمتن في رعاية الله وحفظه